بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته درس اليوم هو تطبيق للدروس العشر الماضية سوف نتطرق إلى أربع تطبيقات التطبيق الأول تحريك عنصر نقطة نقطة ثانيا تحريك صورة نقطة نقطة ثالثا كيفية الرسم رابعا رسم درة كهربائية أولا التطبيق الأول تحريك عنصر نقطة نقطة أختار اللون الأزرق وأختار أوتيل أوفان ثم أقوم بتحريك هذه القرى الزرقاء على نفذة العمل لذلك أولا سوف أقوم بتكبير الكدرات وذلك باختيار جوند الكورة الزرقاء توجد في الكدر رقم واحد الآن أختار الكدر الثاني وأضع به نقطة بيضاء فارغة التي تسمى إيماج كلي فيد ثم أحاول وضع هذه القرى في هذه النقطة الفارغة أختار إيديسيون ثم أختار كوبي نسخ ثم أقوم بإلساقها في هذه نقطة المفتاح الفارغة وذلك باستعمال إيديسيون كولي أم بلاس الآن أقوم بتحريك هذا العنصر الذي يوجد في الكدر رقم اثنان نعلم أن في الكدر واحد العنصر في هذه النقطة لكن في الكدر الثاني يمكن أن أقوم بتغيير مكان هذا العنصر أختار أوتي بالسليكسيون ثم أضعه مثلا في هذه النقطة ثم أقوم بنفس العملية ولكن أأخذ العنصر الذي يوجد في الكدر الثاني دائما الكدر القبلي ثم أختار إيديسيون كوبي ثم أضع هذا العنصر في الكدر الثالث وأختار كولي أم بلاس ثم أقوم بهذه الحركة نحو الأسفل ثم الكدر لقم أربعة الإزاحة نحو يسار ثم أخذ العنصر في الكدر الثاني دائما الكدر الثاني دائما الكدر الثالث نحو تغيير هذا الشكل أي تغيير حجم هذه الكرة الآن سوف أقوم بتجربة هذا العمل دائما بسيما الكدر الثاني دائما الكدر الثاني دائما الكدر الثالث ثم نعيد التجربة قد تباطأت سرعة هذه الكرة ثانيا التطبيق الثاني تحريك صورة نقطة نقطة برنامج فلاش يحتوي على مكتبة هذه المكتبة نضع فيها العناصر أي سوف أضع بعض العناصر التي سوف أستعملها داخل المكتبة ثم أبحث على العناصر وهي التي نراها في هذا الشكل لكي أقوم بتحديد كل العناصر أضغط على كونتخول ثم أضغط بالزر الأيصر للفأرة لكي أضع كل العناصر التي أريد ثم أضغط على اوبن وفغيخ أذهب إلى الثنق ثم بيبليوتك لاحظوا جيدا في هذه المكتبة يمكن أن أرى كل العناصر التي قمت بوضعها في المكتبة الآن سوف أضع عنصر العنصر الأول أضعها على نافذة العمل لاحظوا أن هذه الصورة أصغر من نافذة العمل وبالتالي يجب تعديل هذا الحجم لكي يصير متطابقا مع حجم نافذة العمل لفعل ذلك نضغط على وتتخونسفورمسيون ثم أضع الشكل في الأعلى راحظوا ثم أضع هذه النقطة في نقطة البيضاء في هذه النقطة السوداء لكي أتحكم فقط في هذا الدلع السفلي عندما يظهر لي هذه السهمان فهما منحيان مختلفان أضغط بالزر عيسر للفأرات ثم أقوم بعمل إزاحة نحو الأسفل ثم أقوم بنفس العملية أأخذ هذه النقطة وأضعها في هذه النقطة ثم أقوم أستعمل الإزاحة نحو اليمين بواسطة صندوق المفاتيح راحظوا ثم أستعمل الفأر للإزاحة نحو اليسار كما فعلنا من قبل ثانيا أقوم بتكبير الكدرات كما فعلنا سابقا ثم أذهب إلى الكدر التاني وأستعمل أنسغي بنماش كليفيد وأضع هذه الصورة الثانية على نفلة العمل ثم أقوم بتعديلها الكدر رقم ثلاثة رقم آرقم اشتركوا في القناة نجرب الآن العمل بالضغط على control يمكن نقص سرعة الحركة باختيار أربعة التطبيق التالي كيفية الرسم السامد فيشي أمبورتي فوندالة ببيليوتك أفتح المتبة فنط ببيليوتك أضع الصورة على نفذة العمل ثم أختار طبق أخرى التي سوف أكتب فيها أو أرسم فيها ثم أقوم بتكبير الصورة ثم ثم السامل مثلا قنسو ثم أحاول الرسم هذا الشكل في حالة إذا كان هناك خطأ السامل غم غم موسيقى 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 ثم أضعه على هذا الشكل أحضر الآن نستعمل نفس اللون أستعمل زوم ثم أرسم ثم أرجع إلى مئة في مئة ثم أضع إلى مئة في مئة ثم أقوم بطلوين ثم أقوم بطلوين هنا شكرا يمكن إلغاء الكالك واحد لرؤية الشكل الذي قمنا برسمه وهكذا يمكن أن نقوم برسم الشجرة التي أخذتها من الشكل ويمكن دائماً التكبير للتحكم أكثر الرسم الدقيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حسناً ويمكن دعوة نقدم رسم الشجرة الشجرة الأصلية والشجرة التي قمنا برسمها التطبيق الرابع رسم دارة كربعية أولا سوف أستعمل قتل ليني لرسم العمود وكذلك الأسلك أضعه في كارك رقم واحد لكن المصباح أضعه في كارك آخر وقاطع التيار في كارك آخر لأن بالنسبة لمصباح أنه سوف يتغير إما مشتعل أو منطفئ كذلك قاطع التيار إما مفتوح أو مغلوق سيركوي وطبقة الثانية بأنترابتر وطبقة الثالثة بمصباح رومب أولا السامل الطبقة سيركوي أرسم فيها ألغي الجزء الداخلي وذلك بالنقل على هذه الإيقونة ثم أختار أغير نفذة العمل إلى الأسود ثم أختار العمود باللون أخضر مثلا أغير سمك العمود مثلا أربعة وسوف أستعمل أيضا أفي شارج غي أفي شير غي بالنسبة للأسلاك أستعمل اللون الأزرق ويمكن استعمال 200 أحسن من 100 أترك هذا المكان فارغ لإضافة قاطع التيار كذلك أترك فارغ بالنسبة للمصباح الآن سوف أضع المصباح الغمود وذلك باستعمال أوتيروفان وبالنسبة للمصباح منطفئ له لون أبيض وألغي الجزء الخارجي ثم أختار لوم وأضع المصباح وأضغط على shift كذلك بالنسبة لقاطع التيار أختار أختار اللون الأحمر وأذهب إلى خاصية المستقيم وأختار مثلا 11 ثم أضغط على هذه الطبقة السعمل وطين ليني ثم أضع قاطع التيار أرجع إلى 100% القاطع مفتوح المصباح لا يضيء القاطع مغلق المصباح يضيء في هذه النقطة أضغط على الزر الأيمن للفقر السعمل أضغط على المصباح كذلك بالنسبة ل قاطع التيار ثم أيضا بالنسبة ل طبقة سيركوية بين الكادر رقم واحد وعشرة لم يحدث أي شيء لماذا؟ لأن إذا أخذنا بالنسبة للونط أن هذا الشكل يوجد في كادر واحد وفي كادر اثنان إلى عشرة كذلك هذا سيركوين كذلك بالنسبة لقاطع التيار أنه دائما في نفس المكان ولم يتغير لا حجمه ولا موضعه لا يتغير موضع هذا القاطع التيار ثم نذهب إلى الكادر 20 أنسغي إني ماشكلي أنسغي إني ماشكلي في هذه نقطة 20 سوف أقوم بتغيير موضع قاطع التيار لذلك سوف أستعمل وت تخونسوم وأقوم بالتكبير لمائتين ثم أضع هذه النقطة في هذه النقطة لأن هذه النقطة هي المركز يعني سوف يدور هذا القاطع أضع هذه النقطة في هذه النقطة السوداء ثم أقوم بهذه العملية حركة أنسغي إني ماشكلي أنسغي إني ماشكلي أنسغي إني ماشكلي في هذا الكدر أيضا سوف أقوم بوضع هذه نقطة في نقطة البيضاء في النقطة السوداء ثم أقوم بهذه الدوران في هذه الحالة يجب على المصبع أن يكون مضيئا الآن أذهب إلى لومب طبقة لومب وأضغط على هذه النقطة ثم أضغط على سبخيم أصبحت لي نقطة بيضاء في النقطة 35 لا يوجد أي عنصر وبالتالي سوف أضغط على نقطة 20 أقوم بنسخ كوبي نسخ هذا العنصر ثم أضعه في رقم 35 ثم أضغط على كولي ثم أغير اللون إلى الأصفل ضحض جيدا ثم أذهب إلى مثلا الكاد الرقم إلى الكاد الرقم 70 أضغط أضغط كذلك أضغط 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 الآن سوف نقوم بتجربة هذا العمل تستيق لانيمسيون قاطع مفتوح مصباح لا يضي قاطع مغلق المصباح يضي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر